أعوذ الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخواني وأخوات هذه خاطرة في زمن كورونا نتحدث فيها عن الأمراض والأوبئة بين الرحمة والعقوبة حيث سمعت في الناس من يذكر أن الوباء الحاصل إنما هو عقوبة للخلق بما كسبت أيديه لعلهم يعودون إلى ربهم وسمعت في الجانب الآخر من ينكر ذلك إنكارا شديدا وما أريد أن أبينه اليوم أن نقف بين هذا وذاك وأن نبين أن الأمراض والأوبئة تقع بين الرحمة والعقوبة وأن الرحمة تطوى في عقوبتها في عقوبتها في باطنها الرحمة كما بيّنت الآيات والحاديث التي سنذكر بعضا منها ولعل من أظهر الآيات في بياني أن الأمراض والأوبئة عقوبة قول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير هذا في صورة الشورى ولما يتفسير يقولون إن التخويف بالآيات يشمل الأمة المحملية وإن كان الخطاب للمشركين لأن الأمة إذا لم تعتبر بالآيات أصابهم ما أصاب الأمم قبلهم هذا من باب القياس وأيضا بما دل على شمول الحكم لهم من الأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من آيات أخرى وقد دللوا على ذلك بما جاء من الحديث في سنة الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر وهذا في إشارة إلى هذه الآية التي ذكرناها وفي باب العقوبات من آخر سنة ابن مهاجة عن نبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيب وإما جاء في ذلك أيضا ما أخرجه الحاكم وصحاحه عن الحسن أن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وهو الذي كانت تسلم عليه الملائكة دخل عليه بعض أصحابه وكان قربت لي في جسده فقال له بعضهم إنا لنبأس لك لما نرى فيك يعني نحن حزانة لأجلك نتألم لألمك قال عمران فلا تبتئس بما ترى فإنما ترى بذنب وما يعفو الله عنه أكثر ثم تلى هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فعمران رضي الله تعالى عنه لم يستنكف أن يدلل بهذه الآية على ما في بدنه من مرض وهو من هو في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديث في هذا الباب كثير لا أظن أن من رفض العقوبة في البلاية قد جاهلها ولكن حماسة الرغل لرأيه غالبا ما تنسيه غير الرأي أحاديث أو دلالات الرأي الآخر والخلاصة التي أريد أن أصل إليها من الحديث أن البلاء وإن كان عقوبة في حقيقته إلا أن هذه العقوبة في باطنها الرحمة للمؤمنين وللمؤمنين وذلك من وجهين الأول استعتبوا الله تعالى للعباد لعلهم يخافون ويذكرون حالهم مع ربيهم وتقصيرهم فيذكرون ويتوبون ويراجعون وقد قال الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا في هذه الآية أخرج ابن جرير عن قتالة قال إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون أو يذكرون أو يرجعون قال وذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد بن مسعود فقال يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوا وما ذكر ابن جرير عن ابن مسعود حكاية رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قالت زلزلة الأرض على عهد عمر رضي الله عنه حتى استفقت الصرف تحركت وابن عمر يصلي فلم يدر بها وذلك لكمال خشوعه رضي الله عنه وكذلك كان أصحاب رسول الله قالت ولم يوافق أحدا يصلي فدارا بها فخطب عمر الناس فقال أحدثتم يعني غيرتم في الدين لقد عجلتم استعجلتم الأمور قالت ولا أعلمه إلا قال لئن عالت لأخرجن من بين ظهرانيكم لئن عالت لا أساكنكم في المدينة فهنا كما رأينا رد عمر رضي الله تعالى عنه أمر الزلزلة إلى الحدث في الدين وارتكاب الحرمات وأن الأرض زلزلت تخويفا للناس لعلهم يراجعون أعمالهم ويرجعون إلى ربهم وهذا فقه تعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففي الحديث المتفق عليه في خبة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كسفت الشمس قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يرسلهما يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستخفاره فهذا كلام واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر تخويف وأن العباد أن يضرعوا وأن يرجعوا إلى ربهم ثم قال يا أمة محمد والله ما أحد أغيار من الله أن يزني عبده أو تزني أمته وقد يركز على الفحشة لأنها أساس أساس من أسس الطواعين والأمراض التي لم تكن قد